كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع وخلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس أكد مدبولي طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التي تم التوافق عليها وأشار مدبولي إلى أن هناك بعض الملفات والموضوعات التي تتم متابعتها بصورة دورية وعلى رأس ذلك ما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة كما وجه رئيس الوزراء كافة المحافظين بالعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات بهدف الاستعداد لمعارض أهل الرمضان على أن يتم ذلك بالمجان